بهذه الأدوات البسيطة تنهم كفاطمة في مواصلة عملها الحرفي الذي اكتسبته بالوراثة ممن سبقها من العاملين في صناعة ما يسمى بالمشاجب والتي تحتاج كما تقول إلى إبداع معين لإتقانه علمتني عمتي اختبوي كانت قدتي تشتغل أم أبوي ومن قدتي تعلمت عمتي من عمتي تعلمتنا تحافظ فاطمة على واحدة من أهم المهن الحرفية الشهيرة في الموروث الشعبي بمحافظة أبيان كما يسهم في تحسين دخل أسرتها لذلك تبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا الشريان المتصل بين المهنة والرزق أكثر نساء الآن تتعلم الحرف ذي مشان تعيش يعني لا روات مكفياهم ولا أي حاجة يعني فوق الرواتب يشتوا دخل أو دخلين مشان يقدر يعيش أو يدرسوا عيالهم أو قيمة علاق يعني يشتوا أي حاجة يشتوها لازم يشوفوا دخل ثاني مثابرة فاطمة تؤكد أن الصناعة اليدوية للمشاجب تحظى بقبول كبير بين أوصات المواطنين خصوصا النساء المحافظة أبيان من المحافظات التي تزخر بالموروث الشعبي وأبيان هي امتداد لبقية المحافظات التي ما زالت متمسكة بالتراث الشعبي فندعو الجهات المقتصة أن تتب هذه الشريحة التي ما زالت متمسكة بالتراث لأن التراث يعتبرها حضارة الشعوب ولسان حالها كان في السابق مصدر دخل ومصدر فخر للأجيال التي مضت المحافظة على الحرف التقليدية من الاندثار تستوجب الاهتمام بإصحابها والالتفات إليهم ولو بتوفير القليل من الإمكانيات المشجعة لعملهم لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان